تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي برقيتين تهنئة من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد الفطر المباركة واداء اليمين الدستورية أمام البرلمان كرئيس لمجلس القيادة وأكد الرئيس السيسي حصة جمهورية مصر الكامل حكومة وشعبا على دعم اليمن لاستكمال أليات إدارة البلاد وتثبيت دعائم السلم والاستقرار وصول مقدراته وتفعيل إرادته من خلال مؤسساته الوطنية الفاعلة من عجل انطلاق عملية التنمية والإصلاع وبناء دولة قوية ومؤثرة في محيطها العربي والإقليمي متمني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي النجاح في أداء مهامه الجديدة وتحقيق أمال وطموحات الشعب